مرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام الشائعات سلاح ناعم أو سلاح سهل السلاح ده بيستخدموا جهات معينة علشان يدمروا بها مجتمعات ويمكن يستخدموا كمان السلاح ده في إقامة حرب أهلية زي ما احنا شفنا في بعض الدول العربية أو غيرها الشائعات كانت سلاح قوي جداً أنه هو يدمر ويعمل خلافنا بين شعب وجيش في بعض الدول الشائعات منتشرة بشكل يومي على كل المواقع بتاعت السوشيال ميديا وفي كل المنصات حول العالم عايزين نتكلم أكثر عن الشائعات وعايزين نعرف إيه سبب انتشارها في مصر في الفترة الأخيرة ده كله هنعرفه النهاردة مع سيادة اللواء أحمد كمال اللي منورني النهاردة زي حباكة فاني سهلاً أهلاً سهلاً نورك في ده اتكلمنا بقى ست اللواء عايزين نعرف إيه هي الشائعات أصلاً تمام تمام هو يعني بالمختصر كده الشائعات دي هي عبارة عن خبر أو تقدر تقول مجموعة أخبار زائفة بتخلط ما بين الحقيقة أحياناً أو الواقع والوهم والخيال بحيث بيصعب على العمة اللي هي بالإشاعة دي بتتردد معاهم أو حواليهم أنه يقدر يعني يفصل ما بين حقيقة الأمر بالزبط إيه قد مش قادر يوصل للخيال بتاعها أو الحقيقة بتاعتها وبالتالي هو بيصدقها وبيرددها زيه زي غيره من هنا بيبتدي انتشار الشائع طبعاً هو في النهاية مبتغي الإصارة هنا بيحوط الشائعات دي عادة بشيء من نقدر نولئ الإصارة على أساس يبقى فيه عنصر تشويق أن حد يقرأ الخبر بطريقة معينة تستهوي الحكاية وبالتالي يقع في فخ أنه هو الموضوع يعني يجاي على هوازمة بيقوله بيبتدي بقى يردده من وقت للتاني ما بين أقرانه ما بين المحاطين حواليه ومن هنا بتبتدي انتشار الشائعات في كل الأوساط يعني مش بالضرورة مصر لكن ده في الدنيا كلها وده يعني تقدر تقول كده باختصار بسيط ده مفهوم الشائعات بمعنى صح يعني أو بمعنى ضق طيب عازم نعرف برضو إيه الهدف من إصارة هذه الشائعات وتروجها تمام شوف يا الشائعات عمتاً لها أدف كتير قوي بس إحنا ممكن نذكر منها يعني حاجتين أو ثلاثة فمثلا أنا أقول لك أنا على سبيل المثال في عندنا نوع من أنواع الشائعات بيكون لها زي ما بيقولوا هدف ربحي أو مادي وأديك مثال على كده يعني يمكن في سنة 2009 تقريباً في السعودية كانت برضو ظهرت شائعات مدوية جداً بخصوص وجود مادة الزيبق الأحمر في أحد مكينات الخياطة المركات المشهورة يعني الأمر ده هوت عايز أقول لك خلى الحاجة الخردة ديت يعني تصرف فلوس كتير يعني مئات ألاف الاريالات أجزوبة يعني للتسويق المتقى أجزوبة طبعاً أجزوبة 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 ولكن هي والأخطر بقى من الكلام ده كله لما يكون الهدف منها سياسي ودي بتستغل برضو في أوقات الأزمات اضطرابات ألنية معينة أوضاع اقتصادية برضو متدهورة مثلاً يعني لأنه بيخاطب برضو فئة معينة من الناس أو أوقات الحروب زي ما حصل بالظبط في هنقول إيه بقى في الثورة الليبية كانت برضو طلعت شائعات عن هروب معامر القذافي من ليبيا في الوقت دوت طالعاً وهو يعني عشان يكدم الخبر ده ظهر بنفسه وأنه هو يعني عشان يعرف برضو الناس أنه هو ما هربش ولا حاجة وطلع بيتصور بيه وبتكلم في التليفون بتاعه مع أنه قدام بيوته في عربيته وحاجات زي كده عرض نفسه طبعاً للمخاطر كتيرة كانت ممكن تحصله في الوقت دوت لا الشائعات ممكن تدمر شعوب زي ما بيقوله أو مجتمعات في حال انتشارها وعدم يعني إيه اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقدها في حينها وده المفروض أنه هو يتبع يعني طب سادة اللواء عايزين نعرف برضو مشاهد الوسائل اللي من خلالها بيتم استخدامها لترويج الشائعات هي طبعاً وسائل كتيرة بس هنقول بقى على رأسها وسائل الاتصال الحديثة تمام؟ هو هنا مصيري أو مبتغي الإصارة بيبتدي يلعب في جزئية معينة وحاجة موجهة لفئة برضو عمرية معينة أو لأوساط معينة في المجتمع تمام؟ إذا كان مثلاً في حالة كوارث أو حدثة مفجعة أو 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 إنجاز نعم؟ أو إنجاز بيتم زي ما مشوف في الفترة الحالية هو بيعمل كده عشان في الأصل في إنجاز وفي نمو سواء بقى نمو اقتصادي أو حتى اجتمعي أو حتى سياسي يعني فيه رقي وفيه نمو فهو هنا الأمر ما بيخلاش تحصل حدثة تحصل كارثة هو إيه مصلحته؟ ما روج الشائع ده سبت له إيه مصلحته إنه هو روج الحاجة دي أو الشائع دي؟ هو مصلحته يعني تقدر تقول مش عايزك إن أنت تكون في حالة اصدهار عايز يلخمك بأي حاجة عايز يشككك في القيادة أوه طبعا 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 وهدف سياسي في الأول وفي الأخر وهدف سياسي آآ عايزك إن أنت لو هنتكلم على مصر تحديد أنا عايزك إن أنت فيه وضعية معينة مش عاجبه إنك أنت يعني برضو آي من صورتين وكده وفيه تقدم ملحوظ والدنيا كلها شايفها مش بس في مصر مفيش معناع إنه يديك حاجة كده زي ما بيقولوا وللأسف بيبقى برضو يعني ليها مروجينها لموجدين ناس كتير ممكن يكون عن قصد أو عن غير قصد آآ من تقدر تقول من وجهاء المجتمع أو رجال الدين آآ يدي رأي في شائعة معينة آآ تترصخ في عقلية الناس ما برضو العامة آآ بيبقى صعب عليهم إنه يفصل دايما ما بين الحقيقة والخيل فهي من هنا بتكمن خطورتها في إن حد يعني يضيف للشائعات دي كلام يأكدها أو إنه هو يعني آآ يأكد على صحتها فدي هنا الخطورة هنا يعني طبعا ما عايزين برضو نعرف المشاهدين الفئات العمرية الأكثر استهدافا من قبل مروجي الشائعات آآ بالطبع طبعا الفئات العمرية لو هنتكلم نقول يعني إيه تحت 18 سنة آآ بيعتبر ده سن حدث آآ وبيبقى برضو فيه زي ما بيقوله بقى يعني إيه نشاط الشباب آآ عنده طاقة آآ غالبا ما بيستغلاش الاستغلال الصح أو الأمثل آآ غير إنه هو قاعد للنهار زي ما بيقوله يعني مع التليفون بتاعه أو على السوشيال ميليا فهو هنا ممكن بيبقى فريسة سهلة أو أرض قصبة للناس دي فهو بيبقى برضو مستهدفين شريحة معينة في المجتمع سواء آآ تحت السنة زي ما بنقول أو الناس أو المجتمعات هنقول إيه بقى الأقل علم الأقل توعية لأنه هما دول أكتر الناس قوم أكثرهم يمكن مثلا هنقول بقى يعني مش عايزة أقول الأحاق الشعبية ولا حاجة ولكن في نسبة كبيرة موجودة ممكن تنصغ وراء أي شائعة وهنا المفروض بقى على أي دولة يبقى فيه حد مخول له إيقاف هذا الكلام إنه بيطلع يرد على الكلام دوت ويكون فيه شفافية في الأخبار لأن خد بالك عايزة أقولك على حاجة ندرة الأخبار وعدم توفر المعلومات مع وجود إشاعة معينة وما فيش حد بيرد عليها الناس بتبتدي تصدق هذا الكلام وبتدي يتردد ويبتدي ينتشر ومن هنا بتبتدي المشاكل اللي ممكن بعد كده بيبقى لمها صعب أو حلها بيبقى صعب عزيزة نعرف أو نعرف عواقب انتشار الشائعات دي وخطرتها على المجتمع خاصة المجتمع المصري تمام هو يعني خواطر الشائعات كتير لأن هي بطبيعتها ممكن تدمر مجتمع بأكماله وهي الشائع عبارة عن فتنة تمام الفتن انت النهاردة ممكن تحدث فتنة ما بين طائفتين معينتين مش بالضرورة بسيح ومسلم يعني ولكن بين جهات وجهات تمام وفي ناس ممكن تصدق وتنصور الموضوع دوت ويبتدي ياخدوا مجرد الفكرة اللي هي بتجيلهم أو الشائع اللي هم بيصدقوها يحاولوها بقى لفعل وتنفيذ تحصل مشكلة انت عشان تعالج الحاجات ديت لازم الحاجات دي يعني يتم وقتها في حينها ما تستناش لما تكبر أو تستفحل وبعد كده تبتدى تدور على حلول تكون تزمام الأمور أساسا فلت منك وصلنا بقى لمرحلة يعني مش حلو ان انت توصلها عايزة ديت برضو على كلمك سيادة اللواء ان فيه انا من وجهة نظر الشخصية التي اللي قيمة لها ان برضو من الاسباب الشائعات الموجودة ظهور المواقع تحت بير السلم يعني فيه مواقع صحفية كتير بعيدة عن الرقابة بعيدة عن مجلس نقابة الصحفيين نعم نعم مجلس أعلى الإعلام تمام فيه فيديوهات متفابريكة كتير ده أنا بنشد السيد الرئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يا سيد الرئيس احنا محتاجين رقابة كاملة على السوشيال ميديا محتاجين رقابة كاملة على الإعلام الإعلام كفير لوحده ان هو يطلع معلومات صحيحة المفروض يا سادس اللي هو أن كل مكتب في وزارة يوفر للصحفي اللي هو الصحفي اللي هو تحت النقابة الصحفيين اللي هو أصلا في مؤسسة مشهورة أو مؤسسة قومية أو مؤسسة خاصة تغضع لنقابة الصحفيين المفروض ده هو اللي ياخد المعلومة من قلب الوزارة أو مكتب الإعلامي للوزارة وهو ينقلها للمشاهدين مفروض المعلومة دي ده المصدر الموصف منه احنا عايزين برضو نعرف من حضرتك أو نعرف أستاذ المشاهدين إزاي تم السيطرة على الشائعات دي أو أن احنا نقضي عليها تمام تمام هو طبعا هذه المشكلة في الحقيقة يعني لأن انت عندك النهاردة ممكن مثلا شائعة معينة عن وزارة معينة مش هنسمي تبص لو فيه تباطق في الرد على الكلام اللي هو بتردد دوات ده يصير الزعل ما بين الناس لأن ممكن المعلومة اللي هي مغلوطة دي تكون دخلها في مثلا حاجة بتهدد أسر الناس دي أو عائلتهم ولتكون صحية تعليمية تسقفية أيا كانت دينية وما يعني الفتاوى الدينية اللي هي برضو انتشرت عطل على باطل زي ما بيقولوا يعني فلا كل الحاجات دي بيبقى لها تأثير طبعا مباشر على الناس لأن النهاردة انت لو ما كنتش تلحقت كجهة أو وزارة ترد على الكلام دوات وتأكد بغلطته للواقع الناس هتصدق الشحب الدليل يقولك ما ما فيش حد يتطلع تكذب الموضوع ده لأ فطبعا زمان انت حضرتك كده قلت وتفضلت المفروض طبعا وده بالتأكيد موجود برضو أكيد فيه في كل وزارة متحدث رسمي لها ده المنوط له طبعا ان هو بيطلع يظهر الحقائق للناس يكون فيه برضو نزاهة وشفافية في عرض الحقائق ما بقاش فيه كلام ملتوي الكلام نفسه اللي هو بيطلع يكذب به لهذه الشائعة يكون واضح وصريح ما يكونش برضو فيه اي تعيقات يعني لغة يفهمها كل الناس انت لو مش كيت بالحكاية ديت اعتقد هتقدر تقضي على اي شائعة في وقتها وبالتالي مش هيبقى فيه مشاكل طيب ست اللي هو انت شايف من وجهة نظر حضرتك ان الاعلام المصري كافي ان هو يرد على الشائعات دي او ان هو يكون هو المصدر وحيد للمعلومة لا اصلا هو الاعلام الاعلام مش منود بخ هذا الكلام اه اصلا انا مش هينفع يعني مثلا تكون فيه شائعة سيء مثلا عن وزارة الصحة اطلع انا كاعلامي اتكلم لا ما هي انا المفروض هي وزارة الصحة اه لها متحدث رسمي وبعدين انت عندك النهاردة فيه الناس زي بيبقى فيه يوم تنسيق معين مع هيئة الاستعلامات ده هي اكبيرة او تابع المجلس والوزراء هي اللي بتنسك الكلام ده مع الجهد دي وبالتالي اه وبالتالي هو انت المفروض ما تستنيش حتى لما شائعة بتتردد ده انت المفروض تكون انت اول المطلقي لها معك عندك اجهزتك وعندك موظفينك مخصصين لهذا الكلام ادارة مخصصة لهذا الكلام المنع وإلا ما كانوش عملوا مثلا ادارة الازمات والكوارث والحاجات دي ومش بالضرورة يكون فيه ازمات والكوارث ولكن تبقى فيه ادارة موجودة لان الشائعات هي اكتر من الازمات واكتر من الكوارث واكتر من الحروب وهي يعني هي تعتبر من اقوى حروب الجيل الرابع الشائعات اوه واسلاح جديد اوه واسلاح جديد فعلا اوه طبعا 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 ده بيهدم شعوبه وبيهدم مجتمعات فهلا هي خطر وخطر وخطر كمان تمام هو طبعا نهاية الاستعلامات اللي تباعة للرئاسة كل يوم بتطلع بيان بتجزيب هذه الشائعات لكن هناك برضو ده من وجهة نظر اوه ده اللي انا شايفه كاعلامي فيه تقاعص من المسؤولين ان بيكسل ان هو يرد على قنوات الفضائية انا كصحفيين او كاعلاميين بنيجي نتواصل مع المحافظ او مسؤول معين تمام فاندم فيه مشكلة كذا 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 حضرك محتاجين ان انت حديك تطلع على الهوى معانا حديك ان انت تتواصل معانا وترد يقولك حاضر وما بيردش ده مشكلة كبيرة طبعا بالنشرة الرئيس الجمهورية ان هو ينوه عنها او يتكلم فيها احنا برضو عايزين برضو من حضرتك اقتراح ان احنا ازاي كدولة نقضي على الشائعات دي او كمجتمع مصري بعيد عن الدولة احنا دلوقتي اتكلمنا كدولة ان احنا المفروض ان نطلع في كل وزارة مكتب اعلامي او مسؤول اعلامي يطلع اول باول ان هو يكذب هذه الشائعات نعم احنا بقى كمجتمع مصري او كافراد ازاي نقضي على الشائعات دي بنفسنا او ايه الخطوات المفروض ان ناخدها عشان خاطر ما نصدقش اي معلومة بيروجها الاعلام المواكس تمام هو طبعا المفروض على الاجهات المعنية توفر المعلومة للمواطن لان نظرة المعلومات وقلة الاخبار بتخليه يصدق اي كلام ده مشكلة كبيرة اه طبعا طبعا احنا كاعلام بنعاني منها اه اه لا لازم من توفر المعلومات وبتفاصلها كمان والاخبار بتفاصلها ايضا لان انت هتوفر على نفسك مجودك كبير اول لان فيه برضو قطاع كبير وعريض ده يصدق الاشياءات وممكن يفعلها بقى في صور كتير يعني فانت يعني تدرق كل هذا الكلام بان انت تطلع وتكذب الحاجات دي اه حتى انت عدم الرد بالنسبة للمسؤول معين او على حاجة معينة انا عايز اقولك على حاجة قد يكون الرد على حاجة معينة الله اعلم يعني يكون لها احتياطات امنية معينة اه هو ممكن مش عايز يفصح عنها بغرض حاجة برضو تخص امن المكان اللي هو الشعب بتغرض به فدي انا مش هادر يعني يعني افصح فيها اكتر من كده انا ما عافش الاسباب ايه لان هو اساسا او المنطقي ان هو بيرد المنطقي ان هو بيوضح ده اسمي بيوضح اه طبعا لان هو لو سابع الاسباب اللي هو الموضوع كده مكشوف ده هيقول كلمة وده هيقول كلمة وفيه ممكن المواقع اللي هي تحت السلم عايز تعمل صحفي فتقول كلمة مش موجودة وفي الاخر بيجيب اللعابة على الحكومة بغض النظر ان الحكومة اصلا بتكون شايفة شغلها كويس لكن في بعض الكسل من مسؤولين الاعلاميين في الوزارات ان هم مش كل حاجة بيوضحوها بالشكل المباشر او بشكل تفصيلي فده ان احنا بنطالب بده عشان خاطر برضو ان المعلومة تطلع من خلانا احنا كاعلاميين صحيحة اه طبعا 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 هو هو شوف توفر المعلومات ده شيء مهم وشيء ضروري وهيوفر على الدولة ويوفر على المجتمع حاجة كتير قوي وبداية بالتدريج هيبتدي المواطن نفسه او المتلقي او المستهدف بقى بقى ليش المتلقي خلينا في المستهدف بالاشاريات ان هو يعني شيئا فشيئا هيبتدي يفهم لان الدولة او الجهات المعنية بتبتدي توضح له حقائق كل امور ايه وحقيقتها ايه بالزبط بايه منتشفة فيها والنزاحة اه ما فيش داعي او ما فيش اه هنقول ايه ما فيش حاجة يعني هتستخبط لان دلوقتي احنا في عصر القنوات المفتوحة اه 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 معنى انشافة كارسة ولاست اه طبعا 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 والمنتديات ده بيحصل فيها بلاوي سمان كنا عارفين مين هم الاعلاميين مين هم القنوات المفروض ده قناة اخبارية ده هتطلع الخبر الاعلامي ده كذا هتطلع الخبر وعلى لسان مسؤول دلوقتي اي موزيوم او اي حد من تحت اي موقع تحت السلم او منصات اعلامية غير مرخص بيها تمام من قبل اي جهة حكومية تمام يطلع يقولك اي معلومات ويطلع يحلل لا فيه كمان مشكلة كبيرة جدا ان هو ممكن يستضيف ضيوف اصلا غير مؤهلين ان هم يحللو يعني مثلا اوضيه سياسية او اوضيه اكتماعية تلاقيه مستضيف ضيوف ان يجي نبحث او نعمل سيرش عن الشخصية دي اللي نقافل اخر خارجي الدبلوب لا ما دي بقى المشكلة دي كارسة كبيرة جدا يعني انا في بداية الحديث قلتلك ان الشائعات دي ممكن يروج لها بطريقة معينة ايه الطريقة دي انت حلقة زي اللي احنا فيها دي ممكن تستضيف شخص حد من وجهاء يعني او رجال الدين سوبة عن قصد عن غير قصد يقول رأي معين في الحكاية اه رأي دوات برضي يكون جنوبه صواب تمام بحيث انت بتأكد لي بقى الكلام اللي هو مستساق على لسالة الشائع يعني تمام فدي خطرتها في كده ستلوا كلمة اخيرة للجمهور عشان خاطر نختم عشان وقت حاجة ما خلص انتهى والله كلمة اخيرة للجمهور ما فيش احسن من كلام ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امانوا اذا جاءكم فاصدقون بنبأ فتبينوا عسى ان تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين سيد تلوا احمد كمال شرفتنا ونورتنا ونشكرة دائمنا على المعلمات دي واتمنى تكون المشاهدين استفادوا من المعلمات دي مشاهدين القرام وقالكم الخميس القادم تصبح على خير